في هذا المخيم الذي يسكن فيه اللاجئون الفلسطينيون بالأردن لا وجود لمساحات الفرح باستقبال عيد الفطر السعيد الزينة غابت والحلويات والعاب الأطفال لا وجود لها الحزن في كل زاوية والقلق على غزة يكتنف المكان أنس جود مصور صحفي من غزة جاء إلى الأردن قبل الحرب بأيام قليلة يتابع الأحداث من بعيد وقلبه متعلق بذكريات العيد وأجوائه هناك غزة من أجمل المدن في العالم لا أبالغ لما أحكيه أنا لفيت وطلعت وأنا حالياً بره غزة وطلعت وقط لو أتمنى اليوم أرجع قبل بكرة اليوم أنا أكون في غزة قبل بكرة ما في عيد ما في عيد عيد كان زمان في عيد اليوم إحنا ما في عيد كيف أنا أستقبل عيد كيف أنا أكون مبسوط وصاحبي شهيد وأخوه شهيد وأنا ما فيه ما فيه ما فيه أي شيء أنه أنا أستقبل العيد فيه لا فرحة العيد فرحة قتلوا فرحتنا كل شيء رح يرجع كلمة رددها على مسامعنا مراراً وتكراراً بغصة في إشارة للحي الذي كان يسكن فيه والذكريات التي لم يبقى منها سوى بعض الفيديوهات والصور التي وثقها بعدسة الكاميرا إحنا سكان الشمال بتحديد منطقة لتوام قريباً من بحر السودانية كمان وهذه المنطقة كانت منطقة اشتباكات ومن أول أيام الحرب هو القصف ما توقف ولا دقيقة هناك الحمد لله يعني البيت راح لما تجي تسأل حدا يقول لك كل شيء راح بتاع تسمعها كلمة عادياً أنه كل شيء راح من عادي كل شيء راح لما تجيب أي شيء بتحكيه بس تركز في تفاصيلها أنه فعلاً كل شيء راح ما ضل ولا إش كل شيء راح البيت راح الصحة راحات مالك راح مشروعك راح شغلك راح سياتك راح كل شيء راح فعلياً أنت يعني ما رجعت للصفر لا أنت رجعت ما تحت السفر الألم الذي تعيشه عائلة أنس الآن هو نفسه الذي يعيشه الصغير والكبير في غزة ورغم ذلك كله تبقى ذكريات العيد خالدة لربما تخفف قليلاً من المعاناة حال أنس لا يختلف كثيراً عن باقي الفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن وهم يتابعون الأحداث والأخبار في قطاع غزة للعيد ذكريات لعل وعسى أن تجد مساحة من الأمل في نفوسهم غيث رقاد الغد عمان